خلينا روح من مجلس النواب المصري الى تركيا حيث الموضوع الذي فرض نفسه على جميع هو اعلان رجب طيب اردوغان تعديل؟ لا مش تعديل تغيير؟ لا مش تغيير انشاء وصياغ دستور تركي جديد كليا ايه عام؟ ده انت لسه عامل ترقيع قانوني ودستوري وعامل قالك الدستور الحالي بيعكس له رائحة العسكريين ورائحة الانقلابيين واحنا زهقنا على مدار 18 سنة واحنا بقى عايزين نعمل دستور بقى تفصيل اذا اردوغان ماشي على طريق مش الرجل الواحد وحكم الفرد ولا الاستبداد تخطى كل المستبدين اردوغان عايز يغير الدستور مش يغير كم مادة في الدستور يغير الدستور بالكلية طبعا ابرز ملامح التعادلات الدستورية زي ما بيقول نائب حزب الشعب الجمهوري في اسطنبول بيقول اول حاجة تحييد كامل للرقابة القضائية والتشريعية متمثلة في المحكمة الدستورية والبرلماني التركي دول على جنب هيتركنوا على جنب سحب التزام بالقراطة المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان من الدستور اختيار اعضاء الادارات المحلية والبلديات والحكومة المركزية بالتعيين وليس بالانتخاب تقييد المنظمات غير الحكومية والغاءها بالكامل الغاء الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق والحريات الاساسية الغاء حق الانتخاب والترشح للأقليات العرقية اشترط موافقة الرئيس على الترشح لعدوت البرلمان يان هاريس ويد واحد عايز يترشح البرلمان لياخذ موافقة الرئيس الاول يعني بص يعني اجراءات نبوية ده لو نبي من السماء مش يعمل هذا الكلام ده كان النبي محمد بشور أصحابه كان عنده شورة اردوغان لا يقبل ان يناقشه احد ولا يقبل ان يفكر احد بعيدا عما يفكر فيه اردوغان اللي عايز يترشح يستأذن اردوغان بقول اتاحة الفرصة دي بقى الجديدة بقى لم تحدث في اي نظام عالمي خد دي بقى اردوغان متفردا عن كل زعماء العالم وكل الانظمة السياسية في العالم غير مسبوقة في اي انتخابات التعطى لا بحد ايه دايما احنا عارفين الانتخابات اللي بيفوز خمسين في المية زائد ايه زائد واحد من عدد الاصوات اللي راحت انتخابات هو هيلغي هذا الشرط يقولك اللي يجيب الاغلبية اللي يجيب الاصوات الاكترية هو اللي يفوز حتى لو جايب عشرين في المية حتى لو جايب عشر في المية يعني هو كان زمان خمسين في المية زائد واحد يفوز هو عايز يلغي هذا الشرط اهو اتاحة الفرصة للترشح لمنصب الرئيس مرات غير محدودة يعني مش مردين بس وازالة شرط الانتخاب بنسبة خمسين في المية زائد واحد بالاضافة الى رئيس الجمهورية المنتمي للحزب فان رؤساء المحافظات من الحزب الحاكم سوف يتولون رئاسة البلديات في الوقت نفسه تعد الميزانية من قبل رئيس الجمهورية وتنفس بمرسوم رئاسي كلام دستور الهي اردوغان في طريقه الى صوج دستور الهي على مقاسه حاكم اوحد حاكم فرض حاكم صمد ده اللي عايز عمله اردوغان ترجمة نانسي قنقر